طبعا اهلا فيكم اصدقائي اصدقائي قناة بس جود توينز طبعا اصدقائي ان شاء الله موضوعنا كيف اضيف زر الواتس اوب في الموقع تبعك تمام? لكن احنا يا اصدقائي رح نستخدم اكتر من طريقة يا صديقي العزيز طبعا اصدقائي اول شغلة عشان انا اقدر اضيف الزر تبع الواتس اوب جو الموقع تبعك خلينا اعمل عرض للمدونة زي ما انتو شايفين اصدقائي تمام? اجيت عملت عرض للمدونة يا اصدقائي بدي اجي على المشاركات او المدونة تبعتي من جوة طبعا بدي ادخل على شغلة اسمها المظهر او تعديل الاتش تي ام ال بالشكل هذا تمام? اجيت هنا زي ما انتو شايفين اصدقائي طبعا ممكن اضيف اكواد هان اذا انا حبيت ان اضيف ممكن كمان ادخل على التنسيق تبع المدونة واعمل اضافة اداء جافة سكرت طبعا في القائمة الجانبية يفضل خليني اجي صديقي العزيز وضغط لضغطايا هان اقول له جافة اتش تي ام ال تمام? طبعا لو لاحظته اصدقائي بدي اجي بدي اضيف هذا الكود تمام? هنا بدي اجي بدي اقول له كوبي بالشكل هذا وبدي اجي ادخل جوة اتش تي ام ال تمام? الاضافة اللي انا عملتها وضفت الكود هان طبعا اصدقائي الكود بحوي على عنصرين في عندي فيسبوك وفي عندي واتس اوب الرقم الواتس اوب ما تضيف الزائد ضيف الرقم الدولي تبعك كامل بالنسبة للفيسبوك صفحة فيسبوك صفحة فيسبوك هي اللي بتدخل عليها يعني لو انتوا لاحظتم هاي صفحة الفيسبوك يا صديقي العزيز هذه هي لو ضغطت على كلمة حوله تمام? المفروض والطبيعي اطلع الاي دي تبع المدونة منها لكن عشان انا مش داخل على الصفحة تبعتي يعني مش فاتح الحساب فبدي اجي اعمل قص للرابط تبعي زي ما انتوا شايفينها اصدقائي وبدي اجي ادخل على الموقع تبع الاي دي عشان اطلع الاي دي تبع الصفحة تبعتي واقوله لك اب بالشكل هذا تمام? طلعت الاي دي يا صديقي العزيز بتعمله كوبي وبتدخلي على التنصيق بتبدلي هذا بالاي دي تبعك الجديد وبتيجي صديقي العزيز بتضغط الحفز بالشكل هذا طبعا لو انا اجيت اجمع وعمل تحديث للمدونة زي ما انتوا شايفين تمام? هتظهر مع الايقونة هادي وفيها زر الماسنجر وفيها زر الواتس اب تمام? لكن بدي افترض انه المدونة تبعتي غلط انا ما بديش الكود ييجي هان فبدي اجي على الكود نفسه واعدل الاتجاه تبعه تعايا بنعم من هنا انت بتقدر تبدل اللون زي ما بقول لك يا سيد العزيز لون الزر نفسه ومن هنا بقول لك كلمة رايت ازا بدك تعكسها انسخ لي كلمة ليفت وضيف لي اياها هان تمام? اجيت وعكستها خليني اجي واضغط له save بالشكل هذا يا صديق العزيز واجي احدث المدونة طبعا الزر يا صديق العزيز انا اجيته نقلته على الجنب هات زي ما انتوا شايفينه اصدقائي تمام? هذا هو بدي اجي اه والله يا سيسو نقلته ما فيش اي مشكلة يا صديق العزيز هيك تمام? طبعا بدك تتأكد انه كل اشي تمام ما فيه اي مشكلة خلاص عدنا لازم اسيسو والدنيا مشى صح طيب زينة صحبي لو انا يا صديق العزيز بدي اجي وبدأ اضيف زر مثلا الواتس اوب وزر الاتصال تمام? ما بديش مثلا زر مسنجر نفسه ايش بدأ اسوي في هاد الحالة؟ بصلي يا معلن طبعا اصدقائي في هاد الحالة بدي اجي وبدأ ادخل على نفس التنسيق وبدأ اجي خليني احزف الكود هادا كامل تمام? اجيت وعملت له delete وبدي اجي يا صديق العزيز انسخ الكود هادا زي ما انتوا شايفين طبعا هاي copy وجيت دخلت على المدونة تبعتي وعملت لسق لنفس الملف هو هو طبعا بدي اضغط حفز الجماعة بالشكل هاد وبدأ اعمل تحديث للمدونة تبعتي لو انت لحظت صديق العزيز اللي صار كالاتي تمام? هيزر phone وهيا سيد العزيز عندك الواتس اوب بس كل قصة انه نفس الرجم تبع الواتس اوب تمام? هو هو اللي بدك تضيف ليه هان وهان يعني انا الرجم الهاتف تبعي بدي يكون 972 على اساس فلسطين 972 ياسيسو 597689413 اجي اضفت الرقم هنا وبدأ اجي الصديق العزيز انسخه واضيفه تحت زين? نفس السيستم هات طبعا بتقدر تبدل الكلمة هادي لو انت حابب تمام? وزي ما اتفقنا كلمة left طغاية هادي بتقدر تبدلها بكلمة left لو انت حابب يعني تعكس الاتجاه نفسه طبعا لو انا حدست المدونة هجيت ما فيش اي مشكلة والدنيا شغالة تمام مية في المية الكود ما فيه اي مشكلة لو انا ضغطت هان ببين لي الرقم على الهاتف تبعي تمام? اتمنى يا اصدقائي هيك تكون الصورة وصلت طبعا هذا الزر التاني يا اصدقائي واذا حابين ازرار التانية برضو ما فيه اي مشكلة انه نعرضها الكو يعني مثلا ازا كنت انت حابب يا صديق العزيز بس زر الاتس لحاله هو اللي يكون تمام? ما بتكاش تزود اكواد برمجية نهائي فبتيجي يا صديق العزيز بتعملي تحديد الكل واعمل لي ازالة لهذا وتعلي يا صديق العزيز برضو للكود هذا بدي اجي بدي اعمل له كوبي وبي اجي يا جماعة وبي دي السقه هان تمام? لو ركزته فيه حتلاقه بس كود موجود واحد تمام? عكا صديق العزيز زين? وبتضغط الحفز بالشكل هذا وتعاها بس للمدونة لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي اللي بدي يكون معي بس واتس اب تمام? واتس اب بس لازم اعمل حفز للكود انا اسف تمام? خليني اجي اعمل تحديث بالشكل هذا زين? لو انتوا لاحظتوا يا اصدقائي قداني زر بس الواتس اب لحاله طبعا هذا ازا بدك واتس اب فقط وخلاص بس هو وازا كنت يا صديق العزيز برضو مش محتاج الواتس اب ومحتاج بس زر الماسنجر لحاله او التواصل من خلال فيسبوك فبدي تيجي برضو على الكود بالشكل هاد تقول لي يا صديق العزيز تحديد الكل وازالة وتعايا صديق العزيز ودخل لي على الكود هاد تمام? هيا سيد العزيز كوبي تمام? وبدي اجي هنا يا جماعة خلينا اعملوا عملية لسق وبدي اجي بدل الوحدات هادول ادخل على صفحة الفيسبوك تبعتي وانسخ الاي دي بالشكل هاد تمام? من خلال الموقع هذا بدي اجي بدأ اقول لي يا عمه هي الاي دي تبعي وهي سيد العزيز حفز بالشكل هاد وهي كمان تحديث للمدونة لو انت لحظت يا اصدقائي اللي صار معي ان اضفت زر بس ماسنجر لحاله طبعا كود خفيف وسهل وطبعا اصدقائي زي ما انتوا شايفين هذا الموقع هذا الموقع من خلاله انت بتقدر تعمل الزر اللي بدك اياه سواء ماسنجر واتس اوب اه تليجرام اتصال هاتفي بتقول له الحصول على زر تمام? بتحدد الزر اللي بدك اياه زي ما انت شايف طبعا هانا كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا ما اديك اياه هو اساسا يعني لو بدي اجي اقول له بدي تليجرام ما بديش ماسنجر انا زين? فبتحط له هانا بقول لك اسم المستخدم للروبوت وانا شرحت موضوع الروبوت في قناة جودة وينز تمام? او يا سيد العزيز اذا حابب تضيف ماسنجر هيقول لك ضيف الاي دي فبدي اجي بدي انسخ الاي دي بالشكل هاد وبدأ اقول له يا جماعة اضافة وبدأ اكمل تسجيل طبعا بتحط رابط الموقع وكذا كذا وطلع الكود النهائي تمام? وهانا بقول لك ازا حابب تضيف رسالة ترحيب ازالة رابط للحصول على الزر كذا كذا حدد لحجم ابصر الشوبة ما لك قصة انا رياحتك من التسجيل هاد ومديك الاكواد كاملة وجاهزة طبعا كل الاكواد اللي انا استخدمتها هتكون موجودة في الوصف تبع الفيديو اتمنى يا اصدقائي هيك طبعا تكون الصورة وصلت وبعتزرق ان طول الفيديو والله يعطيكو الف الف عافية وكل التحيات سلام عليكم